أليكسي بطرس وفاطمة مساء الخير أليكسي صحيح فاطمة أيضا خطبين على وشك الزواج من زواج مختلط أول ما أليكسي تعرف على فاطمة أول أول انكاونتر أول لقاء بينك وبينها شو قلت؟ ما اضطر تخبرني شو دينا أنا أليكسي وي فاطمة إذا ما كنت بالبرتغال فنحنا من دين مختلف لما قلت لك اسمه أول لحظة قلت ممكن إنه فعلا في مجال ارتباط بيني وبين فاطمة؟ هلأ نحنا تعرفنا على بعض ما كنا عم نفكر بارتباط نعم بس لما صرنا نتعرف على بعض أكتر صار يكون في عنا فكرة للمستقبل وطورنيها هلأ يمكن بعكسهم هني نحنا فكرنا بكتير إشياء واستنبطنا شوية حلول فلقيني هون إنه ممكنين وبعتقد مكفيين بس الحلول بدل نظريات خير بعد التطبيق؟ تماما فاطمة بس الخير فاطمة يقال يعني في بعض الاتهامات اللي بيقولوا للناس اللي بيقرأ لما بيكونوا زواج مختلط بيقولوا إنه يمكن ما بيقامنوا إنه ملحدين إنه ما بيمارسوا الطقوس الدينية وإلى آخره هالحكم اللي بديد ياخد زواج مختلط بديد يكون غير مؤمن وغير ممارس ووصولنا إلى الحاد وبحترم الشخص الملحد هيدا حرية شخصية أبدا نحنا أكثر الناس إيمانا نشكروا الله لو ما إيماننا ما وصلنا لها اللحظة يعني هذا كلام حلو كثير وشعر مش مدني مش 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 أبدا إنك تتخلى عن دينك مش أبدا إنك تتخلى عن الله مش أبدا إنك تتخلى عن صلاتك بالعكس في أشياء كتير بتصير تقربك من الله نحنا لو وصلنا لهون كنا كثير قراب من الله يعني إذا إنت كلام حلو كتير ولكن اليوم بالواقع بالواقع يلي عم نحكيه إذا أنت متعمق بالعائدة تبعك شو مكاني ما بيعود عندك خوف من هيداك الآخر وقدي مختلف فأنت بتعرف وين موجود وبتعرف التاني وين موجود والدي قريب يعني المسافة بتصير نظرية ممكن تكون كتير قريبة ليه بدوا يقربني يلي بتاني ميل من الدنيا لأنه من نفس الدين ويلي بالمدينة التانية وهو من غير دين ما بيقربني على بعد أمتار منك كمان سنتيمترات فاطمة مين قالك من محيطك أن الدين سيشكل عائق بالنسبة إليك والاختلاف رح يكون كتير كبير ومشكة كتير كبيرة المقربين مني بالدرجة الأولى الأصدقاء شو سمعتك؟ أنه ما لقيت حدا مسلم تغدية قطعوا الإسلام شو كنت تجايبوا لو ما تسمع هايك كلام؟ بالنسبة إلي هو كل الرجال هو كل الإسلام هو كل المساحيين وهذا تحية أليكسي التعليقات اللي بيسمع على الشاب الرجل بتي بده يتجوز هي نفس التعليقات اللي بتسمع على الفتاة أو التعليقات أصعب على الفتاة لما بتاخد بالزواج مختلط؟ يمكن بالنسبة للشاب بيقدر يتغاضى عنا إلى حد ما لما أنت بيكون عندك استقلالية أكبر بالمجتمع الشرقي اللي نحنا فيه بس الشغلة الأساسية التانية هو الاحترام نحنا عم نحكي عن الحب والدين وكل شي بس كل هيدا بيدوم بالاحترام للشخص التاني ويكون متبادل فما بيعود فيه مشكلة أي رسالة فيها نوصل لما يكون جماعيا عم يزوجوا الناس مدنيا بلبنان؟ نحنا بهذه الطريقة ممكن أنه عم نوصل رسالة أنه قديش نحنا ممكن نكون قراب من بعضنا وبنفس الوقت أنه ما نترك الحواجز الفكرية والحواجز العقائدية تباعد كل الناس عن بعضهم ويكون الناس كلهم مثل بعضهم ما في فضل لحدا على التاني كل واحد هو عنده عائدته بس هو شو بيفكر بالآخر وكيف ممكن يتقبلوا هو الأساس؟ فكرة زواج مدني جماعة إذا اليوم بدي ينظمه لأول مرة أحمر بالخط العريض ونبالش نحضر له مين ممكن تستفز؟ هالفكرة ممكن تستفز مين؟ يلي عندهم مصالح بتتضارب مع هيدا الزواج مين هنه؟ أولا بالخط العريض رجال الدين بكف شكرا شكرا إليك ما في الجوم بتفسر شكرا إليك وجهة نظر في ناس بتوافقك عليها في ناس بتعارضك عليها ولكن سمعت وجهة تزارك وبيحترمها أكيد أكيد لأحترامنا الرجال الدين أكيد لأحترامنا الرجال الدين ترجمة نانسي قنقر